هذا الشهر شهر عظيم فضع فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات وتكثر في حاجة المسلمين للعوم والمساعدة لسيامهم وقيامهم وتعطل لكثير من معنى العمل فالمشروع المؤمن الجود وكرم في هذا الشهر الكريم حسب طاقة والله يقول سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويقول جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين وكتاب الله الكريم يدعو إلى الإحسان والجود والكرم ويرعب الناس في الخير فجددهم بالمؤمن أن يتخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن وأثنى على أهلها ودعا إليها ومنها الإحسان والجود والمواساة ورحمة الفقراء قالت عيش رضي الله عنها لما سئلت عن هلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان هلقه القرآن ونرك بقوله جل وعلا وإنك لعلى هلق عظيم فكان هلقه من دعوة إلى الله وتوجيه الناس على الخير والنصيحة والأرض المعروف والنهي على المنكر ورحمة الفقراء والمساكين والجود عليهم والإصلاح بين الناس إلى غير هذا من وجوه الخير كل هذا من هلقه صلى الله عليه وسلم وكلهما جاء به القرآن فإنبغي المؤمن يتخلق بهذه الأخلاق التي جاء به هذا كتاب العظيم الذي هو أشرف كتاب وأصدق كتاب وجاء بذلك أشرف نبي وأصدق نبي عليه الصلاة والسلام وفي ذلك منافع كثيرة منها منفعت له فإن تضعب له الحسنات وتعظم له الأجور ويحصل له بهذا الخير العظيم ومنها أنه يتعسى به غيره ومنها أن فقراء ينتفعون بذلك ويعينهم على طاعة الله والرسول فإنبغي المؤمن أن يكون ذا خلق كريم يجاهد في توجه الناس للخير في توجه الناس للخير وإرشادهم ونصيحتهم وأمرهم معروف ونهما منكر ويجوت عليهم بالمال فإن المال يعين على قبول الحق ويعين على طاعة الله والرسول لمن وفقه الله وهذا الباب فيه الآيات الكريمات وفيه الأحاديث وفيه آثار السلف وهذا الباب أبو الترهيب والترهيب يتسهل السلف فيما يتعر فيه من بعض الأحاديث الضعيفة والآثار عن السلف للحث والتحديث والترهيب والخير ومن أصح ما جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قوله نعام باطل الله عنه أن ربيس كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يقعه جبرائيل فيدارسه في القرآن وكان يقعه جبرائيل في كل ليلة في رمضان يدارسه في القرآن وبالثانة الأخيرة دارسه القرآن في ليلتين يعني دارسه خطبتين فهذا يدل على فضل مدرسه القرآن والعلاية بقرآن في هذا الشهر الكريم وإذا تسرت المدارسه من الإنسان مع أخيه لتعاون على الفهم والحفظ فهذا خير كبير وفيه تأسم من نبيه وسلم هنا دارسه جبرائيل عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي المؤمن أن يعتني بإخوانه البقرة في كل وقت في رمضان وفي غيره لكي يخص رمضان بمسيط عناية في كثرة الصلاة كثرة الصدقة كثرة الدعوة إلى الله كثرة الأب المنكر عيادة المريض تبع الجنائز إلى غير هذا موجوه الخير يرجو ثواب الله ويخشى إيقاب الله واتنعمل لها الزمن الفاضل الذي تضع فيه الأمان وبحديث الصديق الذي قال أنا يا رسول الله لما قال من صدق اليوم بصدق قال صديق أنا من عادة مجي قال أنا قال من طبيعة جهازي قال أنا قال من أصبها صقالنا قال ما اجتمعنا فيه مؤمن إلا تخذ الجنة في الحثلة تطوب الصيام وزيارة المرضى والعيادة واتباع الجنائز وكثرة الصوم من الصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة يام من كل شهر أو الصيام يوم وفطر يوم الإنسان يجتهد في ما يستطيع من الخير ولو قلب لأن الخير مطلوب ولو قلب ومن أعانى مسبع على طاعة الله والرسول فهو على خير العظيم لأن الله يقول وتعاونوا أبري والتقوى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا خرجه في الصحيح وكذلك يقول يقول لَوْعَلَى وَتَعَاونَ أَبْرِ وَالتَّقْوَى وَيَقْوَى الْعَصْرِ إِنَّ الْإِسَالَ فِيْخُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِلْحَقْ وَتَوَاصُوا بِلْحَقْ وَتَوَاصُوا بِلْحَدِهِ من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول لَيْظَى عليه الصلاة والسلام والله في عون أخيه فهذه أوقات عظيمة كريمة ينبغي أن المؤمن فيها ينافس ويساعد إخوانه المسلمين في طاعة الله ورسوله ووجوه البر كثيرة فالصدق من أبواب البر الدعوة إلى الله من أبواب البر ألم ربعو أننا مكن أبواب البر التسبيح والتحليل والتحميل والتكميل من أبواب البر كثرة الصلاة من أبواب البر كثرة الاستغفار والدعاء كل هذا من وجوه البر وأعمال الخير نسأل الله لجميع التوفيق والإعانة على كل خير ونسأل الله جل وعلا يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يمنحنا جميع المسارع إلى مرضيه والوقوف عند حدوده صلى الله وسلم نبينا محمد وعلينا